فروق ايه تاني ممكن يبقى عند المنتخب السنغالي ايضا نستغله بشكل كويس اهم حاجة عند المنتخب السنغالي اعتقد ان هي بانت في النهائي افريقيا زي ما تكلم محمد التقدم الزيادة لسيس الظاهير الايصر شوفناه في نهائي افريقيا هو تعريبا طاير على طول وبيتغطى بمندي يلعب لستر سيتي اللي بيقدر يتحرك بيرحل ويغطي في الجبهة اليسرى هو بيعتمد دايما على الظاهرين وعلى تقدم الظاهرين ده بيساعد في 4-3-3 الخطة اللي بيلعب بيها المنتخب السنغالي بيقدر يخلي سادي وماني يدخل للعمق وده دوره حتى في ليفربول مع كلوب هو ومحمد صلاح بيقدر يدخلهم للعمق بسبب تقدم الظاهرين اللي عندهم فانت بيبقى في مساحة كبيرة في نص الملعب لما مندي بيرحل عشان يغطي سيس بتبقى في مساحة دايما ما بين الخطوط ما بين خط الدفاع وما بين خط الوسط لازم يتواجد فيها لاعب عندنا اوه احنا بنلعبش بالعيب رقم 10 اللي هو يقدر يتواجد في الزون 14 او المساحة اللي موجودة ما بين الخط الوسط وخط الدفاع لكن لازم الجنبين بتوعنا احنا كمان يضموا الجوة مرموشة يتواجد في المنطقة دي شفنا حتى ضد ليبيا التصويب اللي شطكت من المنطقة دي فالمنطقة دي اعتقد ان هي صغرة كبيرة في المنتخب السنغالي لو قدرنا نستغلها خصوصا ان كوليبالي ووديالو بيتقدموا ممكن للمواجهة فهيبقى فيهم ساحات في ظهرهم ممكن تلعب فيها للسروباس وتستغل التقدمهم فاحنا لازم نستغل المنطقة دي في وسط المنعبية طيب